عدم تمديد سنة المالية 2020 باستثناء النفقات المتعلقة بالمنح والإعانات التي تدخل في إطار مكافحة فيروس كورونا وفي برقية صادر عن مديريتي الميزانية والمحاسبة والمؤرخة في العشرين من ديسمبر الجاري موجهة إلى المكلفين بصرف ميزانية الدولة أمرت الوزارة بضرورة إدعي نفقات الملتزم بها لدى مصالح المراقب المالي بتاريخ الواحد وثلاثين من جنفي لسنة 2021 كآخر أجل فيما حضد تاريخ العشر من فيفري 2021 كآخر أجل لإداء التسديدات لدى الخزينة ويتعلق الأمر بالنفقات المدفوعة التي تدخل في إطار كوفيد-19